أكدت أمانة محافظة العاصمة أن هناك خطة طموحة لتطوير سوق المنامة من قبل هيئة السياحة والمعارض من خلال لجنة مكونة من أطراف عديدة منها التجار وهيئة الثقاف والأثار وأمانة العاصمة نعم وأشار صالح طرادة رئيس مجلس مناء العاصمة إلى أن هناك العديد من الأهداف لتطوير سوق المنامة ومنها إرشاد السياح وتطوير المجمع التجاري القريب من باب البحرين عبر خطة تطويرية شاملة بالإضافة إلى تحسين أرضيات مدخل باب البحرين وتجميلها وضف طرادة أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير أسماء المحال في سوق المنامة عبر توحيدها في السوق القديم وأكدا في الوقت نفسه أنه تم عرض الرسومات اللازمة للمشروع على اللجنة المختصة وإجراء بعض التعديلات على الهوية والتراث والنكة المحلية الأصلية بحيث لا يتغلب الطابع الحديث على ذلك بشكل جذري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر